بجدد الترحيب بكم متابعين في كل مكان وهذه التغطية الخاصة كنت أقولكم أنه بالتأكيد أنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية لاحزنا تراجع كبير في أعداد الإصابة بفيروس كورونا داخل مصر وخارجة ولكن بيبدو أن الأمر لن يستمر طويلا بساء أمس قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة رصدت ارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بنسبة 6.9% في الأسبوع الوبائي الماضي مع استقرار في معدلات الوفيات والحجز بالمستشفيات عند أدنى معدلاتها من وقت بداية الجائحة وقال أنه من الممكن أن يكون حدث ذلك بسبب عدة أمور منها مثلا زهور بعض المتحورات الفرعية لأوميكرون الأسرع انتشارا لكنها لا تؤدي إلى إصابات شديدة وكمان تراخي المواطنين حقيقة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وخاصة أثناء التجمعات وفي الأماكن المغلقة وقليلة التهوية وتابع وقال أن هذا بيحصل كمان بجانب تناقص المناعة المختسبة من التطعيم أو العدوى السابقة بسبب مرور أكثر من 6 شهور على أحدهما عشان كده بتوصي وزارة الصحة في الفترة الحالية بالتطعيم لمن لم يتلقى اللقاح للحصول على جرعة معززة لأصحاب الأمراض المزمنة أو نقص المناعة أو الحصول على جرعة معززة لكل من نضع عليه أكثر من 6 شهور من آخر اللقاح أو إصابة وأكد عبد الغفار أن وزارة الصحة بتواصل حملات طرق الأبواب بالوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بالتطعيم يعني تفاصيل بالتأكيد بتدق نقص الخطر وواضح أننا في حاجة لتوعيد بعضنا البعض من أجل العودة للالتزام بشكل أدق بالإجراءات الاحترازية طبعا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا خليني أقولكم أنه ضروري أيضا نتابع مستجدات الأمر خارج مصر والتفاصيل بتقول أن وصل الدول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميا ففي إيران مثلا سجلت السلطات الصحية 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمال الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7.239.557 إصابة فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 141.396 حالة وفاة وخليني أقولكم أنه كمان في الفلبين سجلت السلطات الصحية 1.323 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 14 حالة وفاة ليرتفع إجمال الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3.708.271 إصابة فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 60.592 حالة وفاة كمان في النمسا سجلت السلطات الصحية 8.616 إصابة جديدة إلى جانب 5 حالات وفاة ليرتفع بكده إجمال الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4.457.570 إصابة فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 18.798 حالة وفاة أما في لاروس سجلت السلطات الصحية حالة إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة ليرتفع إجمال الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 210.307 إصابة فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 757 حالة وفاة أما غانا سجلت السلطات الصحية 190 إصابة جديدة فارتفع إجمال الإصابات المسجلة إلى 166.397 إصابة مؤكدة كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات يعني 1451 حالة وفاة وفي إيطاليا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 71.947 إصابة جديدة و57 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 18.768.871 إصابة وبترتفع حصيلة الوفيات إلى 168.545 حالة وفاة قيني أقول لكم أنه أعلنت السلطات البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 197.288 شخص فيما بلغ العدد التراقمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى 22.239.968 حالة إصابة خليني أقول لكم كمان يعني من البداية أنه قال الدكتور خسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة رصدت ارتفاع في معدلات الإصابة بفايروس كوفيد-19 بنسبة 6.9% في الإسبوع الوبائي الماضي مع استقرار في معدلات الوفيات وكمان الحقيقة يعني في استقرار في الحجز بالمستشفيات عند أدنى معدلات يعني منذ بداية الجائحة خليني أقول لكم كمان أنه قال الدكتور خسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة رصدت ارتفاع في معدلات الإصابة بفايروس كوفيد-19 بنسبة 6.9% في الإسبوع الوبائي الماضي مع استقرار في معدلات الوفيات والحجز بالمستشفيات عند أدنى معدلاتها من وقت بداية الجائحة وقال إنه من الممكن أن يكون حدث ذلك بسبب عدة أمور منها مثلا ظهور بعض المتحورات الفرعية لأوميكرون الأسرع انتشارا لكنها لا تؤدي إلى إصابات شديدة وكمان فيه تراخي الحقيقة للمواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وخاصة أثناء التجمعات وفي الأماكن المغلقة وقليلة التهوية كمان خليني أقول لحضراتكم مرة تانية أن ده بيحصل كمان بجانب تناقص المناعة المكتسبة من التطعيم أو العدوى السابقة بسبب مرور أكتر من 6 شهور على أحدهما عشان كده بتوصي وزارة الصحة في الفترة الحالية بالتطعيم لمن لم يتلقى اللقاح للحصول على جرعة معززة لأصحاب الأمراض المزمنة أو نقص المناعة أو الحصول على جرعة معززة لكل من مضى عليه أكتر من 6 شهور من آخر لقاح أو إصابة وأكد عبد الغفار أن وزارة الصحة بتواصل حملات طرق الأبواب للوصول إلى كافة ألف آت المستهدفة بالتطعيم يعني تفاصيل بالتأكيد بتدق نقوص الخطر زي ما قلت لحضراتكم وواضح أننا في حاجة لتوعية بعضنا البعض من أجل العودة للالتزام بشكل أدق بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا خلينا أقول لكم طبعا أنه من الضروري كمان نتابع مستجدات الأمر خارج مصر زي ما قلت لحضراتكم خلينا أقولها لكم مرة تانية التفاصيل بتقول أن وصل الدول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميا في إيران مثلا سجلت السلطات الصحية 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخلينا أقول لحضراتكم أنه إيران سجلت السلطات الصحية 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمال الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7.239.557 إصابة فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 141.396 حالة وفاة وفي الفلبين سجلت السلطات الصحية 1323 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 14 حالة وفاة ليرتفع إجمال الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3.708.271 إصابة فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 60.592 حالة وفاة أما النمسا سجلت السلطات الصحية 8.616 إصابة جديدة إلى جانب 5 حالات وفاة ليرتفع بكده إجمال الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4.457.570 إصابة فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 18.798 حالة وفاة وفي لعوة سجلت السلطات الصحية حالة إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة ليرتفع إجمال الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 210.307 إصابة فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 757 حالة وفاة أما في غانا سجلت السلطات الصحية 190 إصابة جديدة فارتفع إجمال الإصابات المسجلة إلى 166.397 إصابة مؤكدة كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 1451 حالة وفاة أما عن إيطاليا فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 71.947 إصابة جديدة و57 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 18.768.871 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 168.545 حالة وفاة كمان أعلنت يعني السلطات الصحية البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 197.288 شخص فيما بلغ العدد التراقمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى 22.239.968 حالة إصابة خليني أقولكم أنه أخيرا فألبانيا سجلت السلطات الصحية 549 إصابة جديدة بفايروس كورونا إلى جانب حالة وفاة واحدة ليرتفع يعني إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 282.690 إصابة فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 3500 واثنين حالة وفاة طبعا بنتمنى أن تزول هذه الجائحة ونقدر نسيطر على الوضع مرة تانية وتقف يعني حالة الانتشار مرة أخرى أرجوكم خلينا نعود إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبكده نكون وصلنا لنهاية هذه التغطية بشكركم على طيبة المتابعة وإلى اللقاء